السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسأل بيقول هل بين مانجر معنا ان هو يكون رئيس لكل الاقسام لشغل مدني ومعماري وانشائي وكهروميكانيكل واتفاك ولا كل قسم يكون لي بين مانجر طيب بص يا دي الفاضل بيختلف حسب اختلاف حجم الشركة يعني لو الشركة صغيرة مش هتقدر يكون عندها اربع بين مانجر لان ممكن يكون القسم كله فيه ثلاث اشخاص او شخصية انما لو شركة كبيرة بيبقى فيه في كل قسم بين مانجر وفيه واحد يهم كلهم بيبقى لي اسم تاني ممكن ليدر ممكن يعني اي اسم بيختاروه عشان يفرروا بينهم بين بعض بيبقى الشخص دوت اللي هو الهيرو بيبقى مسؤول ان هو ينصك بين الاقسام كلها او ممكن ما يكونش بيشتغل في البرامج نهائي يكون التخصص كل ان هو بيحضر الاجتماعات او بيعمل ستاندرد او 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 فالفكرة كلها حسب حاجم الشركة لو شركة صغيرة ممكن بين مانجر واحد ومكونش فيه بين كوردينيتر وممكن يكون يعني كل الكسم في واحد والبين مانجر طيب ازاي هيبقى معماره بيبقى هو خبرته فى واحدة بس وبيت الاقسام بيرد على السئلة بتاعتهم يعني هو ممكن مكونش بيعرف اتفاك او بيعرفش الكويس بس هو شغال معماره كويس بس لما حد يواجه المشكلة يبدأ يدور عليها ويعمل سيرش ويجيب له النتيجة بدل ما التاني يتعطل لا البين مانجر المسؤول ان هو يحل المشاكل ويسهل امور بحيث محدش فى الفريط عطل